صدحت جوقة كنيسة مارشربل بصوت الرعية نسجد لألامك أيها المسيح فأرنا قيامتك المجيدة جاء ذلك خلال أحياء الكنيسة خميس الأسرار المقدس في ذكرى ليلة العشاء الأخير للسيد يسوع المسيح مع تلاميذه وغسلي أرجلهم والذي أوصاهم بأن يحبوا بعضهم بعضا وبهذه المناسبة أقيم قداس إلهي ترأسه راعي الكنيسة الأب جوزيف السويد بمعاونة الشماس ريمون أبي تامر والشدياق سنان سلامة وحضور جمع حاشد من أبناء الرعية بمسيرة مهيبة وبتقليد سنوي اعتادت عليه مدينة الفحيس كل عام أقامت الكنائس الرسولية في المدينة مسيرة صلاة درب الصليب ترأسها كهنة اللاتين وكهنة الروم الأرثوذكس وكهنة الروم الملكيين الكاثوليك حضر المسيرة سيعدة المطران جمال خضر مطران اللاتين في الأردن والسفير البابوي للدى البلاط الهاشمي جيوفاني بيترو دال وعددون من الأباء الكهنة والراهبات وحجز غفير من أبناء الرعاية في المملكة حيث بدأت المسيرة من ساحة كنيسة قلب مريم الطاهر في البلد مرورا بشوارع الفحيس وصولا إلى كنيسة المقبرة وقد تشاركت الكنائس بمزيجا من التراتيل والأنشيد الشجية التي أدخلت المصلين في أجواء الاستعداد لرتمة جناز السيد المسيح أحيت كنيسة القديس بولوس الرسول للاتين أجبيها قداس يوم الجمعة العظيمة ورتبة جناز السيد يسوع المسيح ترأس القداس الأب سامر مدنات راعي الكنيسة بمعاونة الأب علاء بعير والأب سلام حداد بمشاركة كشافة الكنيسة وبحضور أبناء الرعية في مدينة إربت أحيت كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك رتبة جناز السيد المسيح له المجد ترأس الرتبة كاهن الرعية قدس الأب غالب بواب بمساعدة الشماس عماد حداد وفرقة الكشاف اجتمل القداس الذي حضره حجد غفير من المصلين على تراتيل التسبيح والمزامير الإلهية التي تم تأديتها بألحان متنوعة وفي ختام القداس قام كاهن الرعية بزياح نعش الرب في ساحة الكنيسة كما وزع الكشافة الورودة على المصلين كعربون اعتذارا عن جميع الخطايا وتعبيرا صادقا عن محبتنا للرب أحيت رعية القديس يحنى دولاسال الفرير جبل الحسين قداس سبت النور حيث ترأس القداس الاحتفالي سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن بمعاونة الأب إبراهيم نفاع راعي الكنيسة والشماس يوسف فتال وحضور جمع حاشد من أبناء الرعية شارك في الاحتفال جوقة الكنيسة التي قدمت باقة من الترانيمي بكل فرح وسرور وأكد المشاركون في الاحتفال أن هذا هو اليوم الذي صنعه الرب مهللين به لإدخال الفرح لقلوب الأحياء ووهب الحياة للذين في القبور كما أحيت الرعية الكلدانية في الأردن قداس سبت النور وذلك في كنيسة القديس جوارجوس للروم الملكين الكاثوليك في أم السمة حتى ترأس القداس الاحتفالي الذي حضره عدد كبير من أبناء الرعية في المملكة قدس الأب زيت حبابه بمشاركة جوقة الكنيسة التي قدمت باقة من الترانيمي بفرح وابتهاج اشتركوا في القناة